بأغلبية ساحقة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة التقرير التالي والتفاصيل ثمانية قرارات جديدة تعتمدها الجمعية العمومية للأمم المتحدة وبالأغلبية لصالح فلسطين هذه القرارات تتعلق باللاجئين الفلسطينيين وعمل وكالة غوثهم وتشغيلهم إضافة لممارسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في قرارات رمزية لها علاقة في البعد الأخلاقي والقيمي والمعاني الإنساني العالمي ولكن تحتاج لأليات دولية حقيقية لتنفيذها وإلزامها على سبيل المثال الجبن يكون هناك قرارات من مجلس الأمن الدولي وأن تكون تحت البند السابع وليس تحت البند السادس بمعنى التدخل العسكر اللي وباشر لفضل أي منازل أي نزاع في العالم هذا النزاع طال ونحن نعلم أن القرارة 242 هو قرار ولكن قرار مجلس الأمن ولكن قرار حسب البند السادس وهو عمليا حل النزاع بالوسائل والطلق السلمية القرارات جاءت بناء على توصية اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار وجاءت تحت بندين أساسيين الأول هو القرارات المتعلقة بوكلة الأونروا وبواقع أربعة قرارات حول مساعدة اللاجئين وما يتعلق بالنازحين نتيجة حرب عام 67 وأيضا حول عمل الأونروا في الأراضي المحتلة ومخيمات الشتات وأخيرا ما يتعلق بممتلكات اللاجئين والإيرادات الآتية منها هي قرارات تصدر بشكل دوري وبشكل سنوي عن الجمعية العامة المتحدة تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني هذا الأمر الآن يتطلب أن يكون هناك آليات ملزمة للاحتلال بضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارة 194 المسنود من الجمعية العامة المتحدة وأيضا أن يكون هناك حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني هذه القرارات التي تصدر منذ عام 47 حتى اليوم ترفض حكومات الاحتلال المتعاقبة والإنصية لتنفيذها بقية القرارات جاءت بما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان وهو البند الثاني وجاءت بواقع أربعة ركزت جلها على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع والقدس وأيضا في الأراضي المحتلة عام 48 وركزت على عدم التزام الاحتلال باتفاقية جينيف قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد انتصارا رمزيا للدبلوماسية الفلسطينية لكنها تشير لأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى رعاية دولية متكاملة تلزم الاحتلال على وقف انتهاكاته عبر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي من مدينة رمالة المحتلة حافظ أبو صبرا رؤيا